أشهد مجلس الأمن بالدور الذي تلعبه مصر في تسهيل المحادثات في القاهرة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى الليبيين مرحبا بتقدم التدريجي المحرس بشأن الإطار الدستوري للانتخابات والتعديل الثالث عشر للإعلان الدستورية وأكد مجلس الأمن ضرورة البناء على الزخم القائم لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ووطنية حرة ونزيهة شفافة في أنحاء ليبيا واستكمال الانتقال السياسي في البلاد مجددا التزامه بإجراء عملية سياسية جامعة يقودها ويملكها الليبيون بتيسير من الأمم المتحدة ودعم من المجتمع الدولي